يتكون برج إثيل من 18 ألف قطعة حديدية مثبتة بأكثر من مليونين مسمار طول البرج 320 مترا هو واقف في باريس ليتصور معه السياح إذا عاد صديقك من باريس سيهديك مجسما اشتراه بثلاثة يورو لهذا البرج أصبح موجودا في كل مكان في الصين في أمريكا في بيروت وعلى الطريق بين حلب وحماء عند المعرة آخر النسخة التي انتصبت من هذه التحفة في الأرض كانت في المغرب في مدينة توريرت في شمال شرقي المغرب وهذا هو هذا الفيديو من تصوير شاب يدعى مصطفى العربي وضع هذا المجسم داخل مجمع سياحي وجذب الأنظار يشبه كثيرا البرج الفرنسي لكن في جزئه العلوي تم وضع علامة خماسية دلالة على العالم المغربي فوق تاج ملكي تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لماذا تضعون برج إففيل على أرضنا المغربية ربما هذا الاتجاه الأخير بسبب برود العلاقات بين المغاربة والفرنسيين عبد العالي أشرنان يقول بعد تشييد برج إففيل في باريس المغرب توريرت 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 جماعة توريرت تقرر فرض البيزا على السياح القادمين من خارج المدينة لتوفير مداخلة مالية لتشهيد برج بيزا المائل أراه غير ضاحكين محمد يقول لك أنا ابن مدينة توريرت الفكرة وما فيها إن مدينتنا عندها جالية كبيرة بزاف في أوروبا بصفة عامة أو في فرنسا بصفة خاصة والفكرة من هنا بدأت أو المكان التي توضعت فيها وهو منتجع صيفي كي يعجب المهاجرين وأبناء الوطن في فصل الصيف سلمة قالت ترسيخ فكرة الاستعمار نحاول يتخلص من بقاياه وهؤلاء يعيدوننا للوراء السياح يأتون لرؤية تراثنا وآثارنا مكي جيوش يشوفوا كوبي كولي مدرح ديال فرنسا الاستعمار متجذر للأسف آخر تغريدة من كريمة ليست آخر تغريدة لكن تقول تبارك الله على توريرت سان جيرمان إيش هذا العقلية الفرانكوفونية بلادنا تعجب بيكونوا سياحية لا حاجة لنا بهذه القطعة المصدية كمال يقول لك ما المانع سيعرف العالم كلها أن أين يقع توريرت وسيزورونها وستشجع السياحة الداخلية وهذا البرج أصلا ملك الإنسانية كلها ولا ليس فقط ملك فرنسا بعد انقسام الآراء بين المغاربة بشأن هذا المجسن قررت إدارة المجمع إزالته من مكانه على كل حال كان طوله سبعة وعشرين مترا وعرضه خمسة أمتار ومصنوع من الحديد والصلب